أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الأغلبية في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين ناتنياهو تؤيد مقترحا جديدا لمصر وتم نقله لحماس بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرة والمحتجزين ووقف إطلاق النار بقطع غزة أوضحت الهيئة أن المقترح المصري يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف لإطلاق النار في قطع غزة مضيفة أن مصدرا مطلعا يرجح التوصل إلى اتفاق خلال أيام على الرغم من تحافظات ناتنياهو